بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية التأهيلي للصف الثالث تأهيلي لمادة لغتي تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية أداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب قبل البدء بالحصة أن يكون المكان مناسب ثانيا عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الإنشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثا إحضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام محمد يحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أمل تحرص على الجلوس بشكل صحيح أحمد لا يغادر الدرس قبل انتهاء الحصة الوحدة الثالثة لمادة لغتي الدرس الأول نص تعبيري نص تعبيري في هذا الدرس عزيز الطالب سوف نتعرف على ما هو النص التعبيري وكيفية كتابته وكيفية كتابته أهداف الدرس أولا أن يرتب الطالب الكلمات لتكوين نص تعبيري بشكل صحيح ثالثا ثانيا عفوا أن يستخرج الطالب الكلمات المناسبة لتكوين نص تعبيري بشكل صحيح ثالثا أن يعبر الطالب عن الصورة المعروضة بنص تعبيري بشكل صحيح كيفية كتابة موضوع تعبيري أو نص تعبيري يوجد لدينا عزيز الطالب مجموعة من الخطوات سوف نقوم بالتعرف عليها سويا لكتابة النص التعبيري أو الموضوع التعبيري أولا ترتيب الأفكار قبل كتابة موضوع التعبير ترتيب الأفكار قبل كتابة موضوع التعبير ثانيا كتابة العناصر الخاصة بموضوع التعبير كتابة العناصر الخاصة بموضوع التعبير ثالثا البد في كتابة مقدمة الموضوع البد في كتابة مقدمة الموضوع رابعاً كتابة موضوع التعبير خامساً وأخيراً كتابة خاتمة موضوع التعبير كتابة خاتمة موضوع التعبير سوف أقوم بعادة قراءة هذه الخطوات عزيز الطالب أرجو منك تتبع هذه الخطوات مع المعلم أولا ترتيب الأفكار قبل كتابة موضوع التعبير ثانيا كتابة العناصر الخاصة بموضوع التعبير ثالثا البدء في كتابة مقدمة الموضوع رابعا كتابة موضوع التعبير خامسا وأخيرا كتابة خاتمة موضوع التعبير كتابة خاتمة موضوع التعبير النشاط الأول صل بين الصورة والجملة المناسبة في هذا النشاط عزيز الطالب يوجد لدينا في يمين السبورة صورتين في يسار السبورة يوجد لدينا نصين تعبيري النص الأول النص الثاني الصورة الأولى الصورة الثانية أحسنت وبرك الله فيك ماذا يوجد لدينا عزيز الطالب في الصورة رقم واحد ما هي هذه الصورة ماذا تشاهد أحسنت صورة طائرة صورة طائرة الصورة الثانية ماذا يوجد لدينا في هذه الصورة صورة فصل دراسي صورة فصل دراسي أحسنت بارك الله فيك النص الأول عزيز الطالب هل تستطيع قراءة هذا النص؟ هل تستطيع عزيز الطالب قراءة هذا النص؟ لنقرأ هذا النص سويا نبدأ القراءة أرجو منك عزيز الطالب تتبع قراءة المعلم نتعلم الدروس ونكتسب المعارف والمبادئ الإسلامية نتعلم الدروس ونكتسب المعارف والمبادئ الإسلامية أحسنت بارك الله فيك النص الثاني سوف نبدأ بقراءة هذا النص عزيز الطالب أرجو منك تتبع قراءة هذا النص مع المعلم تقع العاصمة وسط المملكة العربية السعودية في هضبة نجد تقع العاصمة وسط المملكة العربية السعودية في هضبة نجد أحسنت بارك الله فيك إذن لدينا صورتين في يمين الشاشة أو يمين السبورة عفوا في يسار السبورة يوجد لدينا نص صيل النشاط يقول صيل بين الصورة والجملة المناسبة صورة هذه الطائرة عزيز الطالب هل نستطيع تعلم الدروس واكتساب المهارات والمعارف والمبادئ الإسلامية في الطائرة أحسنت لا نستطيع اكتساب هذه المهارات في الطائرة إذن صورة الطائرة نقوم بإيصالها بالنص المناسب لها تقع العاصمة وسط المملكة العربية السعودية في هضبة نجد النص يقول نتعلم الدروس ونكتسب المعارف والمبادئ الإسلامية هل نتعلم الدروس ونكتسب المعارف والمبادئ الإسلامية في الفصل؟ أحسنت بارك الله فيك إذن نقوم بإيصال هذا النص التعبيري بالصورة الصحيحة بالصورة الصحيحة أحسنت وبرك الله فيك كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بإيصال النص التعبيري بالصورة المناسبة له النشاط الثاني استخدم الكلمات المناسبة للتعبير عن الصورة يوجد لدينا عزيز الطالب في هذا النشاط مجموعة من الكلمات يوجد لدينا صورة النشاط يقول استخدم الكلمات المناسبة للتعبير عن هذه الصورة عفوا يوجد لدينا مجموعة من الكلمات سوف نستخدمها للتعبير عن هذه الصورة الكلمة الأولى الصيف كلمة الثانية السباحة حار أحب الجو الصيف السباحة حار أحب الجو في هذا النشاط عزيز الطالب أعطانا كلمات مساعدة لكتابة نص أو كتابة جمل مفيدة لوصف هذه الصورة لنحاول كتابة الجملة الأولى الجو حار في الصيف الجو حار في الصيف الجو قمنا بكتابتها من خلال الكلمات المعطاة لنا كذلك حار كذلك في الصيف قمنا بكتابة هذا النص أو هذه الجملة المفيدة لوصف هذه الصورة باستخدام الكلمات المعطاة لنا كذلك قمنا بكتابة جملة ثانية أحب السباحة أحب السباحة قمنا بكتابة هذه الجملة من خلال هذه الكلمات المساعدة لوصف هذه الصورة لوصف هذه الصورة أحسنت وبرك الله فيك النشاط الثالث املأ الفراغات كما تشاهد عزيز الطالب يوجد لدينا نص في هذا النص يوجد فراغات املأ الفراغات بالكلمات المناسبة يوجد لدينا هنا كلمات مساعدة للتعبير عن الصورة ما هي هذه الصورة عزيز الطالب صورة مدينة الرياض أحسنت وبرك الله فيك زارت زارت سارة مع أسرتها مدينة الرياض وفي الطريق سألت أباها لما سميت الرياض بهذا الاسم يا أبي قال لها سميت بهذا الاسم لأنها رياض خضراء كثيرة لأنها رياض خضراء كثيرة البساتين والحدائق كثيرة البساتين والحدائق ماذا يوجد لدينا عزيز الطالب ماذا يسمى هذه الجمل ماذا تسمى هذه الجمل أحسنت هذه الجمل تسمى نص تعبيري نص تعبيري وهو درسنا لهذا اليوم النص يقول زارت سارة مع أسرتها مدينة الرياض وفي الطريق سألت أباها لما سميت الرياض بهذا الاسم يا أبي قال لها سميت بهذا الاسم لأنها رياض خضراء كثيرة البساتين والحدائق كثيرة البساتين والحدائق هذا الذي أمامنا عزيز الطالب مجموع هذه الجمل هي النص التعبيري هي النص التعبيري قمنا بإكمال هذه الفراغات أو قمنا بتعبئة هذه الفراغات بالكلمات المعطاه لنا في هذا النشاط بالكلمات المعطاه لنا في هذا النشاط سوف أقوم بقراءة هذا النص مرة أخرى أرجو منك عزيز الطالب تتبع هذا النص مع المعلم زارت سارة مع أسرتها مدينة الرياض وفي الطريق سألت أباها لما سميت الرياض بهذا الاسم يا أبي قال لها سميت بهذا الاسم لأنها رياض خضراء كثيرة البساتين والحدائق كثيرة البساتين والحدائق قمنا باستخدام الكلمات المساعدة لإكمال هذا النص التعبيري لكي يكون نص تعبيري مفيد وصحيح في نهاية هذا النشاط أشكر الطالب وأشكر الأسرة على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد